موجة إعادة فتح السفرات الأجنبية لأبوابها في ترابلوس بعد سنوات من الإغلاق قد يحمل بينطياته تداعيات إيجابية على اقتصاد ليبيا ومكانتها دبلوماسيا ودوليا تفاصيل أكثر حول هذا الملف تتابعونها في هذا التقرير شهدت ترابلوس في الآوينة الأخيرة انتعاشا دبلوماسيا غير مسبوق بعد عودة عدد من السفرات والبعثات الدبلوماسية للعمل بعد أن كانت قد غادرت البلد عام 2014 على إثر تدهور الوضع الأمني بالمنطقة وكانت سفارة اليابان لدى ليبيا من بين العائدين إذ كانت قد أعلنت عن فتح مكتبها في ترابلوس واستئناف عملها من الأراضي الليبية بعد تسع سنوات من المغادرة وبدورها عززت روسيا حضورها الدبلوماسي في ليبيا مع افتتاح سفارة في ترابلوس والإعلان عن قنصلية في بنغازي كما كانت المغرب قد أعلنت عن إعادة فتح قنصلية ترابلوس وبنغازي في ليبيا بعد نحو تسع سنوات من الإغلاق وذلك سعيا لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين فمنذ أن أغلق المغرب قنصليته في ترابلوس عام 2014 يشكو ما يربعاً ستين ألفاً من مغاربة ليبيا من صعوبات في تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية في سياق متصل كان وزير الخارجية والتعاون الموريتاني قد أعلن بدوره عن عودة سفارة بلاده للعمل مجدداً من العاصمة ترابلوس وذلك تأكيداً لعمق العلاقات بين البلدين وبينما اعتبر مراقبون أن إعادة فتح السفارات سيسهل إجراءة سفر المواطنين التي كانت معطلة لسنوات فإن وكيل وزارة الخارجية ليبيا الأسبق يعتقد أن وجود مقر سفارة ما داخل ترابلوس لا يعني بالضرورة إمكانية تخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن للحصول على تأشيرتها للسفر إليها لدوافع الدراسة أو العمل أو العلاج وبهذا فإن موجة إعادة فتح السفارات بترابلوس لإن اعتبرها البعض خطوة لتسهيل حياة المواطنين فإن آخرون يرون أنه بات واضحاً أن ليبيا تفتح ذراعيها لعمقها الاستراتيجي مع دول البحر المتوسط لغاية أعمق من ذلك ويتجل هذا بإعادة افتتاح السفارات أوروبية من بينها سفارة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان ومالطا وبريطانيا وهكذا وبعد توقف دام عدة سنوات تكشف رحلة عودة السفارات عن سعي الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة ترميم العلاقات بهدف رسم خطوط تعاون جديدة في مجالات مختلفة وفي هذا الإطار يعتبر محللون أن عودة السفارات الأجنبية لترابلوس يمكن أن يكون بشارة لتعاون اقتصادي ومشاريع استثمارية قد ترقب اقتصاد البلد فعودة السفارات لنشاطها يكشف عن رجوع الثقة بالمناخ العام في ليبيا ظلت ليبيا لسنوات غارقة في صراعات وأجواء من عدم اليقين السياسي وحتى وقت قريب كانت حالة التشتت التي عانت منها البلاد تعرقل عملية جمع البيانات الاقتصادية الرئيسية لذلك يمكن أن يكون دخول السفارات الأجنبية إلى ترابلوس من جديد دعامة لتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي خصوصاً وأنه تبع لصندوق النقد الدولي يتمتع الاقتصاد الليبي بعديد من الإمكانات الضخمة التي تؤهله لتحقيق معدلة نمو كبيرة في المرحلة المقبلة